لأهلي زي ما حضراتكم هتستمر فترة الراحة لغاية يوم السبت أعتقد مستر كولر بعد مطشو الإسماعيل إدى خمس أيام فترة راحة ويرجع بعدها الفريق يستعد لمباراة سينبا تنزاني بدون الدوليين طبعا يعني هيبدأ مرحلة الاستعداد بدون اللاعبين الدوليين اللي هنضموا تباعا على مراحل سواء العابية منتخب مصر أو أليو دانجل في سعودية أو علي معلول في اليابان أو بيرسي تاول في جنوب أفريقيا لكن في النهاية في برنامج محطوط لبعض الأسماء منهم طبعا وفي مقدمتهم أنتوني مودست أعتقد أكرم توفيق كمان هينال حظه من ده لكن في خمسة غايبين عن حسابات مباراة الزهاب نتيجة طبعا عدم اكتمال برنامجهم الطبي أو التأهيلي الخمسة دول هم عمر السلية محمود متولي كريم ندفد صلاح محسن وكريم فؤاد ونتمنى إن شاء الله أن هم يرجعوا بالسلامة كل الأسماء اللي أنا قلتها مؤسرة وقوة ضربة وفي حالة وصولهم لمستوياتهم أعتقد هيكون إضافة مهمة جدا جدا لنادي الأهلي وخصوصا اجتكام على عيبة تقريبا في كل الخطوط باستثناء حرص المرمى عندك متولي في خط الدفاع عندك عمر السلية كريم ندفد في خط الوسط وعندك كريم فؤاد وصلاح محسن في خط الهجوم طبعا كريم فؤاد جوكر ممكن تعتمد عليه في أدوار دفاعية ممكن تعتمد عليه في أدوار هجومية لكن اللي عيب في النهاية كورته هيلة الحقيقة ومؤثر جدا أما قصة مودس بقى أنا الحقيقة الـ 48 ساعة أقول 72 ساعة الأخيرة وكما جرت العادة الحقيقة أنا مش عارفة يعني إيه المسمى اللي ممكن يطلق على الوضع ده لكن في النهاية أنت بقى عندك كم وسائل إعلام بتشتغل وليها تواجد وليها برند وليها أنا مش بكلم هنا على سوشال ميديا خالص أنا بكلم على مواقع إخبارية معرفش إيه أصلها وإيه فصلها ومين يدها تصريح بالعمل الأخبار دي في الأول والآخر صحيح أن بكلم في مجال الرياضة لكن حالة الفوضى دي في وقت ملا وقت إحنا عانينا من ده في سنين حالة الفوضى الإعلامية دي كانت مؤثرة وكانت في منطقة خطورة على الأمن القوم